اشتركوا في القناة الاقتصاد العالمي مشيدا بالرؤية الجديدة للبنك الدولي الهدفة على صعيد عالمي الى الحد من الفقر وتعزيز مساعي الازدهار والرخاء المشترك لتحقيق التطلعات الاجتماعية والتنموية والبيئية لصالح الجميع جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني امام لجنة التنمية في اجتماعها الثامن بعد المئة باسم دول المجموعة العربية والمالديف والتي تمثلها مملكة البحرين في اطار مشاركة معالي في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي ضمن اجتماعات مجلس محافظية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة ونوها معالي بدور مجموعة البنك الدولي في ايجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاعات الغذاء والطاقة وتمكين القدرات الرقمية وحماية التنوع البيئي والطبيعة وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي مرحبا في الوقت ذاته بزيادة القدرة التنويلية لمجموعة البنك الدولي لتلبية احتياجات التنمية بما يدعم جهود البلدان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ولفت معالي الى اهمية التواصل الى حلول مبتكرة وداعمة لعملية التنمية الاقتصادية وذلك عبر تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتنمية رأس المال البشري الى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير التنويل الملائم له والبيئة التشريعية المحفزة للنمو مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وبنوك التنمية متعددة الاطراف والمنظمات الدولية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني لدعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق الاستجابة لمختلف التحديات بما فيها التغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر